السلام عليكم طلاب الصف السادس رح نكمل مع بعض عن برنامج معالج النصوص وورد 2010 بالحصة الصادقة يا سادس أخذنا عن قائمة الصفحة الرئيسية هون اليوم رح نوخب عن قائمة ادراج انسرت اليوم رح نوخب عن قائمة ادراج انسرت بيتم اختيار قائمة ادراج من شريط القوائم اذا بيتم اختيار قائمة ادراج من شريط القوائم تظهر عنا قائمة ادراج يا سادس بتتكون من مجموعات المجموعات التي تتكون منها قائمة ادراج هي مجموعة صفحات بيجز مجموعة جداول تيبلز مجموعة رسومات توضيحية إلستريشنز مجموعة لينكس ارتباطات مجموعة header and footer رأس وتذيير مجموعة text نص مجموعة symbols رموز إذن مجموعات التي تتكون منها قائمة إدراج صفحات pages جداول tables رسومات توضيحية illustrations ارتباطات links رأس وتذيير header and footer نص text رموز symbols طيب يا سابس اليوم بدنا نأخذ عن أدوات مجموعة رسومات توضيحية يعني إحنا رح نروح على مجموعة رسومات توضيحية ونشوف الأدوات اللي موجودة فيها كل آداء من هاي الأدوات شو وظيفتها نبدأ لسع أول آداء اللي هي آداء بكتر الصورة تستخدم هذه الآداء لإدراج صورة إلى الملف من مكتب الصور أو من وسائط التخزين يعني يا سادس أنا بدي أضيف صورة أو أدرج صورة للملف بتتم من خلال آدات بكتر صورة طيب نجرب نضيف صورة بننقر على آدات بكتر بظهر عنا صندوق حوار إدراج صورة باختار الصورة هاي أنا بدي أختار هاي الصورة بنقر على زر insert فبلاحظ إنه تم إدراج الصورة إلى الملف الآداء الثانية اللي موجودة بمجموعة رسومات توضيحية قصاصة فنية شو وظيفتها هاي الآداء؟ تستخدم هذه الآداء لإدراج قصاصة فنية لتوضيح مفهوم معين طيب نجرب نضيف قصاصة فنية أو ندرج قصاصة فنية بنروح لمجموعة illustrations رسومات توضيحية بنقر على آدات clip art هاي هون ظهر عندي مجموعة قصاصات فنية فاختار القصاصة الفنية المناسبة هاي اخترت هاي القصاصة الفنية فبلاحظ إنه تم إدراجها إلى الملف طيب يا سابس المجموعة أو الآداء الثانية اللي هي آداء smart art لإيش تستخدم هذه الآداء؟ تستخدم لإدراج مجموعة من المخططات الجاهزة مباشرة يعني أنا مثلا بدي أطبع مكونات الحاسوب بدي أطبعها بشكل مرتب بستخدم مخططات جاهزة نجرب ندرج مخطط جاهز أول إشي من شريط القوائم بختار قائمة insert بعدين من مجموعة illustrations بختار smart art من هون بدي أختار المخطط المناسب هاي هون مثلا أنا اخترت مخطط بدي أختار المخطط المناسب اخترنا هذا المخطط أوكي هاي ظهر عندنا هذا المخطط فأطبع داخل المخطط مكونات الحاسوب تكون من المعدات والبرمجيات هاي تم إدراج مخطط جاهز إلى ملف ور فالآداء الأخيرة اللي موجودة عنا بمجموعة رسومات توضيحية اللي هي آدات shapes أشكال هاي الآداء من خلالها بستطيع أدرج أي شكل عندنا مجموعة كبيرة من الأشكال فمثلا أنا بدي أضيف أدرج أي شكل إلى ملف أو صفحة word هاي اخترت هذا الشكل بستطيع إني أدرج هذا الشكل إذن الأدوات مجموعة رسومات توضيحية صور هاي الآدات تستخدم لإدراج صورة إلى الملف من مكتبة الصور أو من وسائط التخزين قصاصة فنية clip art تستخدم هذه الآداء لإدراج قصاصة فنية لتوضيح مفهوم معين smart art تستخدم هذه الآداء لإدراج مجموعة من المخططات الجاهزة مباشرة أشكال shapes تستخدم هذه الآداء لإدراج أشكال مختلفة ضروري عندي يا سادس تتعرف اسم الآداء ووظيفة الآداء وشكل الآداء تربط ما بين الثلاث اسمها وشكلها ووظيفتها هيك بيكون انتهى درسنا ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر